السلام عليكم أعزائي تلميذ سنة رابعة متوسط أهلاً وسهلاً بكم مع عامل جديد أعزائي متابع القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسى شفت لكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله نواصل أحبتي تقديم دروس الكتاب المدرسي تابعوا معي صفحة رقم 32 وثلاثون الآن نكمل أحبتي في دراسة المفردات الخاصة بالنص الحجاجي نوزي تجدوني وكبولار دو لارغمانتسي يعني ندروس المفردات النص الحجاجي أو تقديم الحجاج جابسير ويجاناليز ولحيد ووحليل لالجيري ونطر قمواتي الجزائر أرد مرغوب فيها أو أرد محبوبة إيبان بنا نابا نسمي بنا نابا والحضارات وكذلك للمسات وأعمال البشار أو البشارية وهي كذلك ثريا ومتنوعة Tout d'abord, لنتهي كو لن رتخوف دون لسيطة ودون لورجينالي تي دون لسيطة عنابة أولاً يعني الوحدة التي نجدها في الموقع وفي يعني أسالة وتاريخ مدينة عنابة Ensuite, لن رتخوف دون لسيطة عنابة تي دون لسيطة عنابة تي دون لسيطة عنابة يعني هنا ثرا وغينا هاد المدينة الذي يتمثل مخلال قدرسها الغير عادية في العلاقات الخارجية يعني يكون عندها مثلاً علاقات مدية وروحية Enfin, la diversité symbolisée par son ouverture sur la Méditerranée et sa relation avec l'Europe ainsi que sa frante chère terrestre qui s'ouvre vers l'orient musulman في النهاية, يعني هذا التنوع الذي يرمز له أو الذي يتمثل من خلال انفتاح هافر على البحر الأبيض المتوسط وكذلك علاقاتها مع أوروبا بالإضافة إلى حدودها الأرضية التي تفتح نحو المشرق المسلم Cette unité, cette richesse et cette diversité ont été accumulées على travers de long siècles de la préhistoire en un jour يعني, هذه الوحدة, يعني مدينة عنابة هذه الغناء أو هذه الثراء وهذه التنوع اجتمعوا عبر القرون وكذلك من قبل التاريخ إلى يومنا هذا ولا أحبتي, فيما يخص هذا النص لنفهم منه بالله يوصفنا في مدينة عنابة نواصل هنا كالي العتازي بخخزنتي باللغة ما هي وجهة النظر المقدمة من طرف الكاتب العتازي أحبتي كما ادكرنا في الدورة السابقة دائما نلقاوها في مقدمة الناس والله في الإنترودكسان على التكس إذن, هناكما نعودون قراؤ الإنترودكسان رحي تلد من إيبان حتى 10 بخس يعني هنا رحو يتكرنا بلي مدينة عنابة هي مدينة قديمة يعني عندها قرون من التاريخ والثقافة والحضارات وكذلك هي مدينة غنية ومتنوية donc la thèse présentée par l'auteur est عنابة une vieille ville riche par son histoire, sa culture et sa diversité يعني عنابة مدينة قديمة عنية بتاريخيها ثقافتها وثنوية voilà هذا فيما يخصى la première question numéro 2 certains de ses arguments sont précédés de connecteurs de numération relève-les dans le texte بعد الحجاج المقدمة يعني في هذا النص هي مسبوقة بروابط للترتيب أو للترقيم استخرجها من النص يعني رحي نشوفو هاد les connecteurs de numération يعني إحنا يتكرنا سابقا بلي لما نجي منقدمو les arguments في الوديveloppement إذن مالينا نستعملو دي connecteurs de numération إذن لحنا عندنا tout d'abord عندنا ensuite إذن مالينا نستعملو دي connecteurs de numération اللي قدمو بيهم الحجاج وَالَا أَحِبَتِي حَوْلُوا أَنْكُمْ تِسَخَرْجُهُونَ مِنَا سُتِكْسِبُونَ في الإجابة الثانية نواصل حنا نواصل حنا نواصل حنا نواصل حنا هو يختار بعناية حجاجه وهذا الحجاج رح يسبقها بروابط نسميوهم نواصل حنا يعني حنا نتعرف عليهم هنا في هاد القايدة لنقبو بروابط يجب عليهم حتى يبدأ تقدم الحجاج يجب عليهم ديگاجه لبروبط نسميوهم قبل شيء يترح المشكلة ورح يستعملو أَوَنْ تُتْشَوزَ أَوَنْ دُ كَمَنْسَي يعني هادا إذا كان هو رح يحاودي ترحنا المشكلة رح يستعمل هاد لِي كونكتر المشكلة المشكلة يعني ه douزيم المشكلة الثانية حين دخلوها بأحد هدلي connecteur puis ensuite en second lieu par ailleurs d'autre part de plus d'un autre côté voilà هذا يعني دخلو بحدا فيهم الحجة الثانية ensuite insister en proposant un autre argument يعني le dernier argument أو الحجة الأخيرة يعني الكاتب يحاول ينسيسي بيها يعني يحاول يأكد الحجة السابقة donc هي رح تكون الأخيرة رح نستعملو دотان بلو ميه ونكور بيان بلوس ميه ونكور ميه وسي دو رست دعيور انفن فنالما يعني هادو كامل نستعملوه باش نقدمو الحجة الأخيرة ومن خلال التمرين يعني في الصفحة الموالية رح نعرفو كيفاش نستعملو هادلي connecteur وكيفاش يعني نتحر فعلا لذي أرغمان ميخينال النصص وليساوديحن أكدر نواصل هنا أكلايراج بارمين لذي أرغمان تحرق نتحرق 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 الحججية المعروفة يمكننا كذلك أنه ميز يعني اجتعني هاد القاعدة يعني هاد الحجج اللي رح نقدموهم في النص ممكن أنهم هادك الحجة نستعملوها للتعريف يعني لعدي في نسان لتعريف شيء ما أو لشرح شيء ما كذلك يعني لعدي في نسان هي التعريف l'explication هي الشرح la description هي الوصف l'example يعني رح نمتو مثال la gradation هي التدرج أو تدرج الأحداث يعني بارغزمبل في dans النغلم رح يعطينا تسلسل وتدرج للأحداث حتى نصل للحداث الأخير la deducción هي الاستنتاج أو الخلاصة في الأخير la refutation هي الرفض يعني في الحجة هاديك اللي يقدم هانا الكاسد يبينينا باللي هو رافض لهذاك الرأي أو رافض لهذاك الفكرة وفلا يعني كذلك رح نشوفوه من خلال التمارين حتى تفهموه بشكل أحسن يبقى هنا أحبتي هاد العنصر الأخير يعني رحين تختبروا معلوماتكم je verifi les connecteurs de numération introduis les arguments يعني هاد الروابط أو روابط الترقيم هي تقدم لنا الحجج هاد الروابط أو روابط الترقيم هاد الروابط أو روابط الترقيم هنايا سي فو هنايا لازم دي ما نديرو لقونكتور de numération أبري منو راح نديرو l'argument voilà لقونكتور de numération سيرفوا هاد الروابط هيا نستعملوها كذلك للدفاع عن الحجة c'est vrai يعني نستعملوهم لأنهم هما يرتبونا هاد الحجج بما أنه راح يسترتب هاد الحجج عحين نفهمو يعني l'argument هاد هاد les arguments هما يدفعونا على هاد l'argument donc c'est vrai كنا فقط ملاحظة أحبتي يعني في بعض النصوص يعني الحججية أو text argumentative بعد الحلس ما نستعملوش هاد les connecteurs de numération حين نستعملو فقط les tirae ولا اللي هي المطة أو هادو الخطوط اللي جيبت حس بعضهم هادو كذلك الحين نستعملوهم باش نمدو بهم les arguments نتابهو جيدا يعني ممكن ما حسكون ملاحظة ما نستعملوش هاد les connecteurs ولا أحبتي هدا فيما يخص هاد الصفحة يعني كنا تعرفنا على les connecteurs de numération يعني نستعملوهم لتقديم les arguments ولا نعود نشارك معاكم سلسلة الفنك اللي هي سلسلة كتب خاصة بالاختبارات لجميع المواد هي سلسلة متميزة جدا ومواضع ثرية بالأسئلة وقدر الحلول نموذجية وأنا شخصيا كان لي الشرف أني شاركت في هاد السلسلة من خلال مواضع سنة أولى وثانية متوسط هي متوفرة في جميع الولايات وكذلك يعني تخص جميع سنوات المتوسط يعني سنة أولى ثانية ثلثة ورابعة متوسط بالإضافة إلى الحوليات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط حتساعدكم يعني بزف بزف التحضير للاختبارات فالعراني نشارك في هاد السلسلة يعني في كل مرة معاكم لأنه كل مرة يدخلوا معايا متابعين جدد وانا يعني من فخري وفرحي بهذا الانجاز الوطني المحلي يعني انجاز جزائري مئة بالمئة صحيرة عليه أساسدة أكفة وكذلك دار النشر موثوقة وهي دار أسامة للنشر إذا حبيتوا تتواصلوا معاهم نخليكم في صندوق الوصف يعني رابط صفحة الفيسبوك الخاصة بدار أسامة للنشر وكذلك أرقام الهاتف حاولوا أنكم تتواصلوا معاهم لأي معلومات إضافية ولا أحبتين نصحكم من كل قلبي بهذه السلسلة لأنها تحتوي على جميع المواد وثلاث نماذج للاختبارات الفصلية تتبعوا معاهم صفحة رقم 33 حتكون تطبيقات وتكملة للصفحة السابقة اللي كنا شفنا فيها أو الروابط اللي نستعملوها لترتيب الحجج وكذلك الاستعمالات الزحة تتبعوا معايا يعني باش نفهم ممليح هذا الموضوع جمان تتدرب premièrement je complète le texte suivant par les connecteurs de numération qui conviennent أكمل النصطالي بإرروابط أو بإروابط الترتيب المونسيب عندنا هذا لديه تتدرب حين نفهم وفي نفس الوقت حين حتو لذي كنتر في مكان المونسيب كما شفنا لذي كنتر حين ستعملو حم باش اندفو لفو 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 ولا دو لفو 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 اندفو لفو 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 حين لموصة لم تتوقف أبطن يأتي دبعو من 1830 إلى 1848 الأمير عبدالقادر فوندateur الإطار الألغيري selon بعض الألغيري أولا بين 1848 الأمير عبدالقادر وهو مؤسس الدولة الجزائريا على حسب بعد المؤرخي يرسيتم عند eux练 side under the occupation colonial وقوم过 امروه الرقة الموحد المícia الأنس proclaimed أعنا درنا دبعوخ أعنا رحن درن دفويل تقديم فاتما الهومك الفwic تأثير فتا فا قومها ثم فاتما الهومك الم tile في عام الأzung المهومة وأ銀 كانت مكون وفي سنة 1853 كان عمرها فقط ثلاثة وعشرون السنة في منطقة جورجورة و هي منطقة جورجورة نتالية مكان ميلاد فاطمان سومر وفي النهاية يوجد محمد المقراني والذي نادا أو وجهاندا إلى الشيخ الحدد حتى يوصلوا المقاومة والكفاح مع عباد المقاومة والكفاح وسببا إلى الشيخ الحدد اغلقم بإعضاء او إستخريج الحوجج الموجود في هذا المنس يأخذنا هذه الناس بإعادة اغلقم داخل وثمنا نتعرضهم بإعادةục أغلقم اغلقم بحضور الحوجج الموجود في هذه النس الآن ليس أغلقم داخل نتعرض الناس عنده نفس المعنى و نفس الوظيفة voilà جادوري لعرفة دي vacances دي بار فور ديفرانة ريزان أنا أحب بو سول عطلت الشيساء من أجل اسبابين كثيرا دابور voilà هذا يعني أحي نبدأ سيلي برمير كنكتر دابور سيلا مهتر 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 ديفر دي سمان avec مهتران أولا هذا شيء يعني عطلت الشيساء سسمحو لي بعيش اسبوعين مع جدي و جدتي دانك أحي باتي لبرمير أرغمان أحي بدأ من دابور حتى مهترانة لانا حتى النقطة هادل إدن هادا هو لبرمير أرغمان لكونكتر اللي نحطوه في دائرة فن هو دابور voilà دابور هادل ما طلب منكم أنكم تعودوها بنتركونكتر بارعزمبل نديرو أو برمير ليو يعني أول شيء هاد شيء اسمحلي بقضاء يعني اسبوعين مع جدي و جدتي voilà إدن لحضم رأيا كمات كارسلكم دابور حتى نها في هاد الدائرة يعنيisa الآن الأمر العظم الغتح لحذات دائرة voilà enfin lorsque l'hiver était rigoureux et que les massifs étaient recouverts d'un manteau blanc mes cousins et moi pouvions nous adonner à de mémorables batailles de boules de neige et en fin de la nuit, c'était la étude à la traient à la pierre d'un manteau ou ses bétois et je peux y avoir la capacité d'un إذن اللي همنا اللا هنا هواء الوكنكتور أمثال حي نديرو في دائرة واء الو درني أرجمنت يبدأ من أمثال حتى دنش هذا هو الو درني أرجمنت إذن أحباتي اللي همنا من هاد الإكزرسيس يعني هو معرفتص الوكنكتور دنمراسيوكي مراكم تشوفوا وها كيفية استيبداليها بأخرا عندها نفس المعنى دابر مثلا ندلولها دينبار انسويت دوتر بار انفان ندلولها اغاير وكذلك نستطيع حاجة اخرى انو نعرف الانتبدا وانتخلص اذا تبدال احنا من الكنكتور دينميراسي وتنتهي عند النقطة هنا قبل الانتباع هنا فقط احبتيك احبتيك ربقى لانتهي من النقطة اğin اتنا الانتباع انسويت انفان dهبار پوTS انفان دوبار دوبار انفان ان Bilیño ان اون انا احد principio اجللللّ ان اختر أيضاً 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 تتحدثوا لذلك المترجم للقناة 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 لحنا, c'est une définition. Voilà. Ensuite, c'est un soutien encore aujourd'hui que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la révolution. Je m'oppose à cette affirmation. يعني, ما zala البعض عندهم رأيهم, يعني, في وقتنا الحالي, بأن المرأة الجزائرية لم تلعب دوراً كبير أثناء الثورة التحريرية. أنا ضد هذا التأكيد أو أنا ضد هذا الفكرة. إذن, هاد الجملة وشي هي؟ Est-ce que c'est une description ou la refutation ou la definition? Description هي البصف. Refutation هي رفض لفكرة الماء. Definition هي تعرف. إذن, هنالحساب وش نقرأ لحنا يقول لنا je me pose à cette affirmation. أنا ضد أو أنا لا أؤيد هاد الرأي. إذن, c'est une refutation. Voilà. la lutherme fut décédée car les droits des algériens étaient bafoués. يعني, الكفاح المسلح يعني, قرروا أو أنهم قرروا الكفاح المسلح لأن حقوق الجزائريين ont soheket. هنا هاد الجملة وش تعني؟ هل هي explication يعني شرح ولا déduction يعني استنتاج ولا refutation ولا هي رفض. هنا يحبسي ماذا يحبسي عندنا كار يعني يحبسي لأنه يقدمنا الأسباب يحبسي يحبسي يعني يحبسي يحبسي أو ثم ثارة هاد الجملة وش تتمثل لنا يعني أسكو ستون ديفينيسيون هل هي تعريف ولا ديسككيبسيون ليهي الوصف ولا ستون غاداسيون ليهي التدرج أو تدرج الأحداث كيما نشوف اللي هنا في المعنى الزح يعني بسبب الاستعمار الشعب جاع بعد ذلك عاطشة بعد ذلك يعني وضع في حالة الضغط وقلق بعد ذلك كافحة وفي الأخير قام بثورة دونك ستون غاداسيون ليهي تدرج الأحداث ولا أحبتي هادو لازم عليكم تعرفوها يعني لما يحطيكم جملة مثلا كيما هادو ويطلب منك أنك تخرج لبخوصيدي أرغومنتاتيف رايحين تفهم باللي رايح تعبر عليها أسكو ستون إكسبيكاسيون ولا ديفينيسيون ولا رفوتاسيون ولا كذلك هي تدرج الأحداث نتمنى يكون شيء هذا واضح إذا ما فهمتوش خليوا لي في التعليقات نجاوبكم بإذن الله في الأخير هنا أحبتي يبقى هاد العنصر يعني ها حينتمدوا رايكم في أسطر قليلة يعني ينتبهوا أحبتي لهاد العنصر الأخر من كل درس هذا راه يعبر على وضعية إدماجية يعني كيما شفتوا مرة لفاتت كنا درناها على الأمير عبدالقادر المرة هذه راح نجفو الموضوع تحا على وشيحكي لفات ملجريان انجوي 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 رال دران لاريولوسيون pour الاندبندنس دي النسوة الجزائريات لعبنا دورا كبيرا أثناء الثورة من أجل تحرير البلد دفن ستتاز اندون 3 دافع عن هذا الرأي بإعطائك ثلاث حجج استعمال الروابط اللي نستعملوها في الترتيب والترقيب إذن هنا أحبتي الموضوع هذا المطلوب منكم أنكم تكتبوا موضوع أو فقرة حول دور النساء الجزائريات في ثورة التحرير بطبيعة الحالة راح ندير مقدمة بعد ذلك راح نتقدموا 3 arguments وما تنسوش تستعملوا ل كونكتور دنوميراسيا يعني هذي كذلك راح تخرج لكم موضعية إدماجية داخلة في هذا المواضع راح نخلي لكم نموذج حاولوا تاخدوه يعني كمثال وتحاولوا تكتبو نموذج خاصة بكم تابعوا معي أحبتي أول شيء كما راكم تلاحظوا لازم عليكم تكتبو العنوان اللي هو عنصر مهم في كتابة هاد النصوص القاسرة أو الوضعيات الإدماجية إذا نحن نبدأ المقدمة نحن ندروها إعادة سياغت لشي اللي طلبوا منا في السؤال سبعوا معي سبعوا معي سواء الجزائريات لعبنا دورا كبيرا اثناء ثورة تحرير الجزائر بعد ما كتبنا هاد المقدمة رحين نبدو نمدو لزارجمان ولا الحجاج دابور بلزير فام هن قم باتوا لقوبان فرانسي كم لالا فاتمان سومر حسب بنبولي اولا الكثير من هؤلاء النساء حاربنا المحتل الفرنسي مثل لالا فاتمان سومر وحسب بنبولي ان نوت الفام هن مي لبومب البتايد الجي بالاضافة ان النساء قاموا بوضع القنابل كما شفنا في فيلم معركة الجزائر انفان هن سواني البلسي وابغيت المجاهدين واخيرا هم قاموا بعلاج المجاهدين يعني الجرحة وكذلك دفعوا عن المجاهدين ان كنكوزين يجب ان يجب ان احترام المرأة الجزائرية وتكريمها لشجاعتها والا احباتي بهذا نكونو صنا لنهاية هذا الدرس اللي كنا تعلمنا فيه الكنكتور دينوميغاسيان كذلك تعلمنا البروصيدي ارغومنتاتيف يعني الهدف من يعني من كتابة الحجاج الحجاج اسكو رح يكون فيها تعريف ولا شارح ولا رفض لفكرة ولا تدرج احداث ولا سنتاج ولا هدا هو البروصيدي ارغومنتاتيف كذلك فيما يخص الكنكتور عرفنا هم اللي نستعملوهم يعني اللي برمي ارغومنت دوزيم ارغومنت الدرني ارغومنت كذلك تعرفنا على المرادفة تحا مثلا دابور نقدر نحطو في بلستها برميار من انسوية دوزيام انفن درنير من هدا هما الكنكتور اللي نستعملوهم لكتابة لزارغومنت سمنا يكون نشرح وادح ننتعمد احباتي نشرح ونعاود حتى اذا كان هناك اي غموض او اشكال هتوضح باذن الله اترككم في العدد والحفظ والسلام والله عليكم